هي بركينا فاسو الحقيقة من الدول اللي ما تدراش تقول لها رصيد أو تاريخ كبير جدا على مستوى الكورة يعني في فقارة أفريقيا لكن في العشر سنين اللي عانى فيهم المنتخب المصري وما زالت المعاناة مستمرة يعني المعاناة ما انتهيتش في العشر اتناشر سنة اللي عانى فيهم المنتخب المصري على مستوى البطولات الأفريقية كتير ما بنتأهلش وكتير بنخرج بدري بدري وحتى البطولة لما كانت على أرضنا برضو صيفنا بدري بدري بركينا فاسو تقدمت جدا على فكرة في الكورة يعني الناس كتير تتعاقع انها منتخب مش قوي أو منتخب من المنتخبات البسيطة أو الضعيفة لا الكورة تطولت جدا هناك وده النم على شيء فبيدول الحقيقة ان الناس دي كان عندها رؤية واشتغلت لسنين قدام عشان توصل للمكانة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي اه مش ما بقتش من كبار أفريقيا لكن الحقيقة كمان عملت طفرة وعملت نقل على مستوى الكورة نتمنى حد بس يكون بيكلمنا على خطط أو على رؤية لمنتخباتنا الوطنية مش بس منتخب الأول أربع خمس سنين قدام انا مش عايز اقول لكم عشرة سنين نبتدي بس بأربع خمس سنين قدام ونشوف بعد كده يحلها ألف حلال والكلام بقى بما انه كلام جابنا عن منتخبنا يبقى لازم نتكلم على مطش غينيا بساو وعلى مستوى المنتخب الوطني وعلى حسيس ومشاعر المصريين وهما بيتفرجوا على المباراة وخصوصا طبعا في اللحظة اللي دخل فيها الهدف اللي لغى الفار الحقيقة يمكن يعني أنا كنت بقول دايما طول عمران المنتخب مصر دايما والكورة في مصر دايما مصدر سعادة للمصريين وعلى رغم ان احنا في وزنا مبارح لكن السعادة بيتهيق لي غابت عند أغلب الناس يعني العرض اللي قدمه المنتخب مبارح هو السمرار لسلسلة طويلة مش بس مع كارلوس كيروش لكن تمتد إلى ما قبل كارلوس كيروش لكن فين المفر التغيير هيحصل ازاي هنطلع ونوصل كاس العالم ولا مش هنوصل كلها اسئلة ملاهاش اجابات لغاية الوقت وأتمنى انه عند ضيفي كابتن أحمد صديقي يكون عنده اجابة على اسئلة دي مساء خيري كابتن أحمد نهار الدنيا أخبارك اي كويس الحمد لله كل كمان طب الحمد لله ابتدي معك من مطش مبارح الأول احكي لي كده يعني انطباع العام بعد ما خلص تعال فيه مطشاط بتخلص المنتخب الناس لدرجة يعني درجة ساعدتها انها بتنزل للشوارع وبتحتفل وفيه مطشاط تانية حتى الناس وقاعدة بتبقى مبسوطة وفرحانة وفيه مطشاط بتبقى فلات وفيه مطشاط بتبقى زعلان حالتك كاتئي وانت بتتبع مطش مصر أوغينيا بسوء بقى لا يمكن احنا زي ما انت بتقول يمكن بقىنا كتير معاشناش أجواء ان الناس مبسوطة بدرجة ان ينزلوا الشارع وبقىنا فترة طويلة يمكن اخر حيات كان تقريبا صواد مكاس العالم ده المباراة الوحيدة حسيت فيها نحن اه فرح الناس لكن بالنزل مبارح طبعا افضل ما فيها والمكسب بس الفوز يعني ده افضل ما فيها غير كده لا يعني غير كده طبعا نس عندنا عندنا مشاكل موجودة في الملعب عندنا مشاكل فنية موجودة يمكن كل حتى الكلام اللي بتقال بعد المباراة ان افضل حاجة ان احنا عدنا مرحلة الضغط اللي كنا موجودين فيها المنتخب كان موجود فيها كجهاز فني وكلعيبة بعد المباراة نيجيريا والخسارة لكن بالنسبة لي ممكن شوت اول شوت كويس نسبيا لكن الشوت الثاني طبعا الاداء كان اقلب كتير جدا وفيه اسباب طبعا فيه اسباب كتيرة وجد نظري ومش عايز اخوض كتير لكن ممكن ان هو الراجل كروش عنده قناعات موجودة مش عايز يغيرها وده مع المنتخب او في افريقيا لازم يعني لازم يعني تتعامل بالوضع اللي موجود يعني لازم تعيش على ارض الواقع زي ما بيقول يعني هو في دماغه قناعات وفي دماغه تشكيل معين وطريقه معين مش عايز يغيرها وده صعبة شوية يمكن صعبة يعني انت لعبة عبدالله السعيد مبارح عشان المفروض تلعب 4-2-3-1 لكن انت لعبة عبدالله السعيد وورده تلعب 4-3-3-3 ما عملتش حاجة يمكن التغيير حصل شوية في الشهود الثاني فزي ما قلنا يمكن اما حاجة المكسب مبارح نتمنى ان شاء الله المباراة الجاية مباراة السودان نشوف اداء ونتيجة افضل ان الموضوع صعب بطولة صعبة في اجواء صعبة وظروف صعبة فانتمنى انتوا فيه ان شاء الله المهور الجاية والله انا شايف انه فيه منتخبات صغيرة وده يمكن مزود مستوى المدايق عند الناس انا شايف فيه في البطولة دي منتخبات صغيرة تقدم شكل كويس تقدم شكل كويس جيد طبعا يعني